السلام عليكم ورحمة الله في حلقة النهاردة ان شاء الله هعملكم مخلل الخيار بطريقة بسيطة جدا وسهلة هكلمكم عن الأسرار والتفاصيل اللي هتنجح معاكم الخيار المخلل ازاي نخليه مقرمش لآخر خيارة بنكلها كمان ازاي يستوي معانا بسرعة في ثلاث ايام بس هيكون عندنا احلى مخلل الخيار كمان هكلمكم ازاي نزبط محلول التخليل وخصوصا للخيار لان للخيار لو الملح زيت فيه بيبوز جدا وما بيكونش فيه اي حل نقدر ان احنا نعالجه بيه كمان هقولوكم ازاي ان احنا نختار الخيار بشكل سريم عشان يدينا النتيجة المقرمشة الرائعة اللي احنا طبعا كلنا بنحبها في مخلل الخيار نبدأ مع بعض على بركة الله علشان نعمل مخلل الخيار هنحتاج انا هنا عندي كيلو ونص خيار بلدي زي ما احنا شايفين بنختار الخيارة تكون على قد ما نقدر رفيعها حتى لو كانت طويلة مش مشكلة لكن ما بفضلش ان احنا نختار الخيار التخين اللي مش بلدي تكون طازة جدا ولونها باين عليه فعلا ان هي فرش ولونها حلو زي ما احنا شايفين وكلما الخيارة صغرت او رفعت بيكون طبعا النتيجة احسن بكتير ومن الافضل وانتي بتنقي الخيار اللي هتعمليه مخلل ان الاطوال تكون متقربة من بعضها علشان لما نيجي نرصها في البرتمان تبقى مرصوصة بالزبط ويكون مفيش فراغات كبيرة بين الخيار كمان يستوي كله في درجة ثوى واحدة ويكون شكل البرتمان حلو كمان هنحتاج البرتمانات اللي هنخلل فيها الخيار اي برتمانات عندك سواء بلاستيك او زجاجية اللي انت تفضلي والمتوفر عندك وممكن كمان ان انت تعملي الكمية كلها في برتمان واحد كبير وهحتاج مية وهحتاج حل فضية نظيفة في البداية لازم نعرف ان اي نوع مخلل هنعمله في البيت لازم المية اللي هنستخدمها فيه تكون مغلية ومبردة علشان اي ملوسات في المية طبعا هتبدأ ان هي تعملي بكتيريا في المخلل او ممكن ان احنا نستخدم مية من الفلتر على طول ده طبعا هيكون اسهل للمتوفر عنده الفلتر الخطوة اللي جاية دي عايزاكم تركزوا فيها كويس جدا انا بعملها على طول مع المخللات علشان توفر علي كمية هدر محلول التخليل كنت قلت لكم قبل كده في مخلل الزيتون ازاي بنقدر محلول التخليل من غير ما نهدر منه اي نقطة النهاردة كمان هعملها لكم في مخلل الخيار علشان تكون واضحة بالنسبة للناس لما واضحتش ليهم في الفيديو اللي فات اول حاجة معي هبدأ اجيب البرطمانات اللي انا هخلل فيها بخسلها كويس جدا وبسيبها تنشف وبعد كده بجيب كمية من المية بجيب كل برطمان انا نوية اعمل فيه المخل وباملى التلته بالزبط او اعلى من التلت بحاجة بسيطة بحاول ان انا اقرب من نص انا هنا كل برطمان عندي سعته في الطبيعي لتر فانا باملىه تقريبا حوالي نص لتر في كل برطمان انا نوية ان انا اخلل فيه حتى لو انا مش عارفة هو سعته قد ايه باملى التلته او اعلى من التلت بحاجة بسيطة بحاول ان انا ممكن اقرب للنص شوية كده انا عرفت كمية المية اللي انا هحتاجها لكل برطمان هخلل فيه بالخطوة دي بكون عرفت انا هحتاج مية قد ايه للتخليل او محلول تخليل قد ايه طبعا انا لسه معملتش فيه اي حاجة انا بس هاخده واغليه اه وابرده وحطيته في الحلة والحلة عندي اه مدرجة فقالتلي ان انا احتاجت لتر ونص من محلول التخليل ده هيفدني طبعا لان اه كل لتر من المية بياخد كمية محددة من اه الملح فعشان كده لازم طبعا اكون عارفة ان استخدمت مية قد ايه علشان ده هيفرق معايا جدا في ضبط ملح اه محلول التخليل يبقى انا كده استفدت بالخطوة دي حاجتين اول حاجة اني ضبط معيار الملح جدا اه مش هيكون فيه اي غلط ان شاء الله اه تاني حاجة هكون عرفت اه محلول التخليل اللي انا هحتاجه قد ايه بالضبط وبالتالي مش هيتبقى عندي اي اه محلول تخليل طبعا بعد الاضافات اللي انا هحطها سواء الملح او الخلق او اي اضافات تانية فاكيد ان انا مش هقصرهم ولو مش عندك اي حاجة مدرجة علشان تعرفي استخدمتي كام لتر من المية علشان نزبط على اساسهم الملح ممكن ان انت تستخدمي زججات المياه الغازية اه اي شفشق عندك مدرج ممكن يكون شفشق الخلاط او الشفاشق اللي احنا بنعمل فيها اه العصير دي برضو بيكون اه مدرجة اي حاجة عندك مدرجة هتعرفك استخدمتي اه قد ايه من المية والخطوة اللي بعد كده تعقيم البرطمان على الرغم طبعا من اني غسل البرطمانات كويس جدا لكن بحب ان اخر خطوة تكون هي تعقيم البرطمانات بالخل بحط كمية من الخل في كل برطمان هستخدمه بغطيه برجه كويس جدا وبحطه يتصفى على اي فوطة تكون نضيفة وكمية الخل اللي انا عقمت بيها دي مش برميها ممكن جدا ان انا استخدمها في اغراض النظافة او المعاقمات اللي احنا عملناها في حلقة من الحلقات هسيب لكم الرابط بتاعها واسناء ما المية بتدغلي عندي هبدأ ان انا ارس برطمانات الخيار طبعا الخيار اللي عندي نضيف ومخصول كويس جدا جدا كنت عملت لكم برضو فيديو بغسل الخدار ممكن اسيب لكم الرابط بتاعه في الفيديو واسفل الفيديو بجيب كل خيارة بعمل فيها شق من النص بالطول لكن مش بوصل لبداية ونهاية الخيارة وبعدها بجيب برطمان برطمان وبرص في الخيار وهنا في نقطة مهمة جدا لازم ارص الخيار احاول ان انا اقربه من بعض جدا ده علشان البرطمان يستوعب معي اكبر كمية من الخيار وماكنش حطيت محلول تخليل على الفاضي في الاخر انا حطيت في البرطمان الواحد خيار كميته قليلة جدا فهكون كأني خللت على الفاضي وتعبت نفسي على الفاضي كمان عشان يديني شكل حلو لان الخيار طبعا لسه هيطفو فلما بيطفو بيطفو كله مع بعض وهو هوريكم ازاي لو قلبنا حتى البرطمان الخيار مش هيقع ولا حتى التوم اول حاجة اللي انا اضفتها للخيار ومن اكتر الحاجات اللي بتليق على الخيار المخلل الفلفل الاخضر الحامي وكمان ممكن بعض فصوصه التوم هتدي ريحة حلوة جدا للخيار طبعا احنا مش هنشقها بس من النص والفلفل ده هحط مثلا برطمان واحد بالفلفل برطمان هضيف له توم ولو انتو عايزين تضيفه مثلا بزر الكزبرة او تضيفه شطة او ممكن ان انتو تضيفه ورق لوري او ممكن جدا هتدي برضو ريحة حلوة للخيار او لكن لو عايزين نضيف برضو ورق لوري فالاحسن انتو تضيفه والمية لسه سخنة ما بردتش علشان يبدأ يدي ريحة حلوة للمية بتاعة محلول التخليل علشان الخيار طبعا هيقعد عندي 3 ايام بس او فبالتالي مش هيلحق ياخد ريحة من ورق اللوري برص كويس جدا جدا بحيث زي ما انتو شايفين لو قلبنا البرطمان مفيش اي حاجة من اللي احنا حطناها في البرطمان هتوقع ده علشان احنا رصناها رصة صح برص كل كمية الخيار اللي عندي وبسيب البرطمانات على جنب وببدأ في الخطوة اللي بعد كده وهي خطوة ضبط محلول التخليل هقولكم بالضبط ازاي تقدروا تثبطوا محلول التخليل لاي كمية من المخلل او هقولكم المعيار الثابت لمحلول التخليل لكل لتر من المية هنحتاج لكل لتر مية 4 معالق من الملح مملية بشكل مظبوط لا تكون هرمية جدا ولا تكون ممسوحة بحيث ان يكون عندي من الملح من 70 ل 80 جرام مش اكتر من كده طبعا علشان الملح ما زيتش معانا وهحتاج لكل لتر مية معلقة صغيرة من السكر او 5 جرام من السكر هحتاج فنجان من سواء الخل او اللمون على حسب نوع المخل لكن المهم عندي اللي انا بزبطه وبتأكد ان انا زبط صح هو المحلول الملحي انا هنا عندي لتر ونص من المية فبعمل الكمية مرة ونص هحط 70 جرام من الملح و35 جرام علشان نص لتر المية فبالتالي هيكون عندي حوالي 105 جرام من الملح وهحتاج حوالي 8 او 7 جرام من السكر يعني لو حابين تستخدموا المعيار بالجرام هيكون من 70 ل 80 جرام ولو حابين تستخدموا المعيار بالمعلقة هنحتاج 4 معالق من الملح وكمان لو هتستخدموا الكوبية هيكون ربع كوبية شاي من الملح الكوبية العادية اللي بنشرب فيها شاي ده لكل لتر مية وطبعا معلقة صغيرة من السكر لكل لتر مية وفنجان من سواء الخل او عصير الليمون ده هيكون معايا المعيار الاساسي لكن بالنسبة لمخل الخيار والمقدار اللي عندي النهاردة فانا حطيت 6 معالق من الملح علشان استخدمت لتر ونص مية فنجان صغير ونص فنجان من الخل وحطيت معلقة او ربع او معلقة او نص من السكر والسر اللي معايا هيخلي الخيار ما ارمش لحد اخر خيارة اول حاجة ان انا بنقي الخيار الفرش الطازة تاني حاجة اني بحط معلقة السكر في محلول التخليل بتفرق جدا لكن ما بتسبش اي طعم مسكر في المخلل بعد ما زبطت محلول التخليل بكده ما بيكونش فاضل غير خطوة واحدة بس ان انا اصب بمحلول التخليل على الخيار وهنا طبعا لازم اصب المحلول على كل برطمان بملايه على الاخر خالص علشان لو كان فيه اي فراغ من الهوى ده بيعمل لي تعفن في الخيار كمان الخيار هيرجع يطفو على الوش فلازم يكون مغمور كويس جدا بمية محلول التخليل واهم حاجة ما تبقاش عندي ولا نقطة من محلول التخليل وما حصلش عندي هدر في المكونات خالص علشان مشيني على الخطوات بالزبط وانا اضمن لكم ان شاء الله لو مشيتوا على الخطوات دي بالزبط مش هتهدروا خالص تاني في محلول التخليل زي ما كان بيحصل معنا الاول اخر حاجة عندي بغطي البرطمان كويس جدا ببلاستيك فيلم او باكياس تلاجة علشان اتأكد فعلا ان ما فيش اي هوا هيوصل للمخلل وباسيبها في مكان مظلم او مش بتعرض للشمس في دولايب المطبخ عادي لمدة 3 ايام بعد 3 ايام بابدأ ان انا اطلع من الخيار وااكل بطلع بشوكة تكون نشفة نظيفة وما حاولش ان انا استخدم ايدي وانا بطلع الخيار ويفضل بعد ما ابدأ استخدم من الخيار ان انا اشيل البرطمان اللي انا فتحته اشيله في التلاجة وباستخدم منه بشكل عادي لحد ما يخلص كل الكمية اللي عندي وبكده كون خلصت حلقتي معاكم لو عندكم اي سؤال سبهولي في التعليقات وانا ان شاء الله سيب لكم كل المأدير والمكونات في صندوق الوصف بشكركم جدا جدا لحسن متابعتكم بتمنى انا مشتركش في القناة ان هو يشترك ويفعل زر التنبيهات للكل ويضغط لايك بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته